حروف قرآنية الحروف المقطعة أو الأحرف المقطعة وصلنا لصورة ياسين وهي هل هي صورة باسم ولا صورة بأحرف مقطعة اسم الصورة يعني هل ده اسم ولا ده أحرف مقطعة بص يا فندم في عندنا أسماء الصور في القوى الكريم فعندنا تبدأ بقاف يسمى قاف ده بعضها حلو؟ تبدأ بطاهن سمى طاه طاه سورة طاهن أقوله سورة طاهن وصورة صاد وصورة ياسين يسمى صورة ياسين لكن في صور بدأت بأحرف مقطعة ما اسمهاش على الحرف طب وهي ليه هي دي مش أحرف مقطعة ياسين أحرف مقطعة لسه أقوله فشمعنا دي نطأت يقولك طاه صلى الله عليه وسلم ياسين هم بقولوا كده أنا بقولك هم بيقولوا صلى الله عليه وسلم لكن ده كلم خطأ في الحقيقة إن طاه وياسين ليست من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أبدا لكن هم تبع الأحرف المقطعة طب وشمعنا ليه بتتنطق ملضومة مش ملضومة ولا حاجة ياسين مش ياء مش ياء سين ده مفيش حد أكلها فندم كاف ها يا عين صد لأن النطق ده توقيفي بنقوله ياء سين هي مقوانة من ياء من ياء وسين فعلا ياسين وطاها طاها إنما لو جبنا حد يقرأ يقول طا وياسين في القرآن مكوانا من حرفين بس جير ياسين برا عارفها ياسين برا يه ألف سين يه نوت وايه برا فين برا فين خارج القرآن يعني أيه هما جبوها منين ياسين اللي مانبر ما جبوها من الصورة من صورة ياسين وسموه ياسين بالسبلنج يعني الأسماء لا تعلم لأ إيه ومعنى إن حد اسمه ياسين وطاها ده مش معناه إن ياسين اسم وطاها اسم لإن إرجع بالقرآن ده في الأنشيط الدينية بيغنوا لطاها سيدنا محرر هما خررين بقى أنا مانيش دهور يغنهم بس إحنا إن قابل بربنا إن طاها وياسين مش بالأسماء الرسول خالص واحد يقول لك الله ده ربنا بيقول طه ما أنزلنا عليك القرآن نتشكه ويقول ياسين إنك لمين المرسلين طب ما يمكن طب ديجي نتفق إنهم بيقولوا إيه فالخطاب بعدها للنبي هقولك طب ما فيه عندنا حروف مقطعه الخطاب بتطعها للنبي وما ينفعش من الأسماء النبي زي إيه الأعراف الصفحة اليمينة هو يتفوق قدس ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدريك حرج منه لا بس هو ما فيش نداء لي أو ما فيش توفى ما هو كتاب أنزل إليك آه بس ياسين إنك ما هي هي ما ده اسمه خطاب برضو مش كتاب أنزل مش حاجة وبرضو كتاب أنزل إليك برضو ده خطاب لغة ياسين إنك لم نرسلين طه إيه ما أنزلنا عليك القرآن لتشكه عليك وألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك إليك فلا يكن في صدريك آه وصلت يا فندم طب أسماء الرسول يعني هل ده ما يعتبرش اكتهاد طيب لا مش اكتهاد ما ينفحش أنا اكتهاد في أسماء الرسول إزاي ما سمعناش حد من الصحابة ولا من العلماء ولا من السلف يقول إن طاه صلى الله عليه وسلم ولا ياسين صلى الله عليه وسلم طب ما للمصطفى المصطفى صفة والمجدبة والمختار يعني المصطفى دي الصفة وليست مصطفى وزي النبي وزي الرسول يعني كلمة مصطفى دي صفة إحنا خدناها سمنا بيها خلاص الأسماء لا تعلل طب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام الشيء بالشيء يذكر أسماء أحمد أصحح حديثين في أسماء الرسول إيه بقى واللي بعده إيه إرمي طب قول أصحح حديثين قال ربا سلم لي خمسة أسماء ها فأنا أحمد تصلى عليه وإحنا بنقول عليه أفضل الصلاة والسلام أنا محمد وأنا الماحي نفسر وأنا الحاشر وأنا العاقب فلا نبي بعدي أحمد صيغة مفاعلة زي أفعل تفضيل أحمد يعني أكثر الناس حمدا لله وده اسم ما هو أفتخر زي أقوله فلان أطول فبنقوله ده حامد ده حامد ده حامد الله لكن ده أحمد فأحمد يعني أكثر إيه أكثر حمدا مكانش فيه حد اسمه أحمد أي غير النبي لا كان فيه كان فيه طبعا كان فيه طبعا إنما يعني الاسم أحمد ده مين اللي أطلقوا عليه رب نصدر آه رب نصدر أيه طبعا والرسول لي خمسة يأتي من بعد اسمه أحمد وفيه إعجاز كمان ليه اسمه أحمد مش اسمه محمد إيه بقى ده إعجاز رعيب إيه سيدنا عيسى قال لهم ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد ليه ليه اسمه أحمد قال لك لأن كان في وقتها فيه أكتر من حد اسمه محمد وادعى النبوه فيحصل لخبطة لكن الوحيد اللي كان اسمه أحمد هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بس هو كان اسمه محمد ماشي ما هو ما هو أسماء الرسول بص يفن كلما كان المسمى عظيما كسرت أسماؤه فالقرآن عندنا القرآن والروح والنور تمام طب ربنا 99 اسم طب يوم القيامة أسماء بال أيه طيب أحمد وقلت لي إيه تانيه محمد دي سيكون مبلغة من الحمد برنا طب محمود دي نا كل دا متخ وفي الحقيقة لو قلنا المحمود بهو الله المحمود ولذلك في واحد بتشعرح المحمود اللي هو الناس بتحمده إنما الحمد اللي بيحمد المحمود اللي بيحمد ولذلك بقول جي أحد الناس بتنشعرح كده قال إيه الأغر عليه للنبوة خاتم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم يحبه قوي أغر عليه للنبوة خاتم من الله نور يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي لإسمه إذ ناد في الخمس المؤذن أشهده وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد